موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معنا مرة أخرى في برنامجكم أحاديث وعبر حيث نتناول في هذه الحلقات أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقصص التي وقعت في زمنه نستخلص الأحكام الفقهية كما نتلمس المواعظة والعبر من هذه الحوادث وما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى في تلك الحوادث واستخلصوه من أحكام وعبر هذه الحلقة إن شاء الله نتكلم عن مقصود عظيم للإنسان المسلم وغاية من الغايات وهي الجنة وحلقتنا اليوم إن شاء الله سوف تكون حول الجنة نذكر حادثة وقعت تتناول طرفا من هذا الموضوع أبو هريرة رضي الله عنه و أرضاه لقي وهو صحابي جليل لقي سعيد بن المسيب و هو تابعي من التابعين فقال أبو هريرة لسعيد بن المسيب أسأل الله أن يجمعني بك في سوق الجنة قال سعيد أو فيها سوق فيها سوق الجنة أنا أعرف أن الناس كلا تأخذ كل شيء أن الله سبحانه وتعالى لهم قال لهم ما يشاءون فيها و لدينا مزيد ما سوق هذا قال نعم فيها سوق أخبرني رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن أهل الجنة إذا أدخلوا فيها نزلوا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى و حسب بفضل أعمالهم يعني حسب أعمالهم فيؤذنوا لهم في مقدار يوم الجمعة من الأرض نحن نعرف و إن يوما عند ربك يعني كألف سنة مما تعدون أيام الله سبحانه وتعالى مختلفة عن أيامنا الآن التي نحن يعني نأحدها لكن كتقريب من بالتقريب يقول أن في يوم الجمعة هو سوق الجمعة عندهم يزورون الله عز وجل سبحانه وتعالى و يبرز لهم على عرشه و يبتدي لهم في روضة من رياض الجنة توضع لهم منابر أماكن مرتفعة منابر من نور منابر من لؤلو منابر من ياقوت منابر من زبرجد منابر من فضة منابر من ذهب و يجلسون يقول في الرواية يقول الحديث و يجلسوا أدناهم و ما بهم دنيئ يعني كلهم يجلسون آخرهم كأولهم ما فيهم واحد و رأوا واحد قدام كلهم يقول وين يقعدون قال على كثبان المسك و الكافور ما في واحد فوقهم الأصحاب الكراسي العليا قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا قال نعم لا تتمارون يعني ما تشكون في رؤية الشمس و القمر ليلة البدر كلكم تشوفون الشمس يعني لو يصير زحمة لو يصير مهما اكتظى الناس الكل في يوم البدر ترى القمر و في النهار الشمس إذا كان الجو يعني صحه و ما في غيم كلنا نرى الشمس ما في أحد يضام قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل لا يبقى في المجلس أحد إلا حاضره الله سبحانه وتعالى محاضرة يعني كلكم واحد يكلم محاضرة يعني يكلم يقول للرجل أتذكر يا فلان يوم فعلت كذا و كذا فيقول العبد يذكره بهذا الله سبحانه وتعالى يذكر العبد ببعض الغدارات و الأشياء التي فعلها فيقول يا ربي نعم أذكرها لكن ألم تغفر لي فيقول الله سبحانه وتعالى بلى فبسعة مغفرة بلقت هذه المنزلة و إلا أنت ما كنت تصل إلى هذه المنزلة قال فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قط ثم يقول سبحانه قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فنأتي سوقا هذا هو الشاهد يقول فنأتي سوقا قد جفت الملائكة فيه الملائكة حطت البضايا فيه و الأشياء يقول فيه من البضائع و الأشياء و الحوائج ما لم تنظر العيون إلى مثله و لم تسمع الأذن و لم يخطر على القلوب ما خطر على قلب الإنسان إيش هذه الأشياء التي توجد في ذلك السوق يقول فيحمل فيحمل لنا حتى احنا ما نشيل الحديث يقول الرواية تقول فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها شيء و لا يشترى في ذلك السوق يا سلام سوق بلاش مجاني يحمل لنا ما نحمل نحن لا نشتري و لا يشترى و لا يباع بل نأخذ ما نشتريه من ذلك السوق و في ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقي من هو دونه يعني يشوف واحد اللي في المنزلة الأدنى فيروق ما يرى عليه من اللباس يقول فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل ما عليه يعني اللي في الأدنى لما يشوف اللي في الأعلى لابس يتخيل يحصل لهم ذلك يقول ثم بعد ذلك ينصرفون من السوق يبجعون إلى أهليهم فلما يصلون إلى أهليهم وأزواجهم يقولنا الأزواج يقولنا مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه يعني أنت جيت أجمل مما ذهبت إليه فيقولون نعم إنا جالسنا ربنا الجبار عز وجل ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا وفي حديث البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به فأدخل الجنة يقول ثم إني دفعت إلى الجنة وإذا أنا بأنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وإذا رمانها كأنه الدلاء إظما الرمانة كأنها الدلو كبيرة وإذا أنا بطير يقول كالبخاتي يعني طير كبير عنق كبيرة فقال عندها يقول إن الله قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا هو سوق الجنة أردت أن أذكر هذه القصة حتى تكون كالمقدمة لحديثي عن الجنة وما في الجنة من نعيم نتوقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل الكلام عن الجنة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مرة أخرى نستكمل حديثنا حول الجنة في حديث الإسراء يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن جبريل عليه السلام سار معه فدخل الجنة فأتى قوم يزرعون في يوم و يحصدون في يوم كل ما حصدوا عاد كما كان يزرع يحصد يرجع كما كان فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء المهاجرون في سبيل الله يضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف و ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه و هو خير الرازقين ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة باردة و وجد ريح المسك و سمع صوتا فقال يا جبريل ما هذه الريح الباردة الطيبة و ريح المسك و ما هذا الصوت قال هذا صوت الجنة تقول الجنة تقول يا ربي ائتني بأهلي و بما وعدتني أين هم أهلي قال هم أهل الجنة ائتني بما وعدتني أنت وعدتني أن تدخل في أهلي هم أهل الجنة فقد كثر عرفي يعني رائحة الطيب و حريري و سندسي و استبرقي و عبقريي و لؤلؤي و مرجاني و فضتي و ذهبي و أبارقي و فواكهي و عسلي و خمري و لبني فأتني بما وعدتني فقال الله عز وجل لك لك كل مسلم و مسلمة و مؤمن و مؤمنة و من آمن بي و برسولي و عمل صالحا و لم يشرك بي شيئا و لم يتخذ من دوني أندادا و من خشيني أمنته و من سألني أعطيته و من أقرضني جزيته يعني ليقبض الناس إجازيه بالإحسان و من توكل علي كفيته و أنا الله الذي لا إله إلا الله لا أخلف الميعاد لا أخلف الميعاد قالت الجنة قد رضيت قد رضيت الجنة التي فتحت أبوابها في هذا الشهر المبارك نتكلم عن الجنة حتى تلين القلوب القاسية و حتى يجتهد الإنسان المسلم عندما يسمع أحاديث الجنة فيرغب إلى الله سبحانه و تعالى الجنة التي أعد الله سبحانه و تعالى لعباده الصالحين فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر الجنة لها ثمانية أبواب لها ثمانية أبواب الباب الواحد كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إن ما بين مصراعي بابي الجنة بقدار أربعين عام أربعين سنة و لا يأتين عليه يوم يزاحم فيه الناس يعني تخيلوا ثمانية أبواب كل باب مسيرة أربعين سنة ربما العقل لا يتصور هذا الكلام يقول ضربوا من الخيال نعم لأن مقياس الإنسان ليس كمقياس المولى سبحانه و تعالى إذا أردنا أن نتصور هذا الشيء لا نستطيع أن نتصور ولكن نراه إن شاء الله حقيقة عيانا عندما نؤمن بالله سبحانه و تعالى و برسوله قال يتزاحم الناس على هذا الباب يوم القيامة على هذه الأبواب الثمانية فيدخلها أهل الجنة يقول سبحانه و رسول صلى الله عليه و عليه وسلم أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها و أكرمها على الله عز و جل و ما بين مصراعي مصراعين يعني فتحتين الباب من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما و ليأتين عليه يوم و إنه لك ضيض أي مزدحم جنات الفردوس أربع جنات الجنات أربع ثنتان من فضة و ثنتان من ذهب الجنتان اللتان من فضة كل شي فيها من فضة دورها قصورها أكوابها كل شي فيها من فضة و الجنتان اللتان من ذهب كل شي فيها من الذهب يقول النبي صلى الله عليه و سلم جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليهما و آنيتهما و ما فيهما و ثنتان من فضة حليتهما و آنيتهما و ما فيهما و ليس بين القوم و بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن و هذه الأنهار تشخب من جنات عدن أي تنزل و تتشقق منها في جوبه ثم تصعد بعد ذلك أنهارا و تتدفق أنهار الجنة من أنهار جنات عدن قال النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم لأصحابه ألا هل من مشمر للجنة؟ هل من مشمر؟ هل من مستعد؟ هل من من دفع؟ هل من مسارع إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ و ريحانة تهتز و قصر مشيد و نهر مضطرد و فاكهة كثيرة نضيجة و زوجة حسناء جميلة و حلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة و نظرة في دار عالية سليمة بهية قالوا نحن المشمرون يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله إذا أردتم العمل فقولوا إن شاء الله و هذا بن باب تأكيد التوكل الله سبحانه و تعالى ما هي درجات الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم الجنة مئة درجة إذن الجنة هي عبارة عن مئة درجة هي جنتان جنتان هي أرضى جنتان في أصل الفردوسي من فضة و من ذهب ثم بعد ذلك هي درجات و ليست على درجة و مرتبة واحدة و لكن ما بين درجة و درجة ما بين السماء و الأرض قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم الجنة مئة درجة ما بين كل درجة كما بين السماء و الأرض و في حديث آخر مسيرة مئة عام يعني ما بين الدرجة و الدرجة مسافة مئة سنة و الفردوس أعلىها درجة أي الفردوس الأعلى هي أعلى الجنان أعلى الدرجات و منها من الفردوس تفجر أنهار الجنة الأربعة و العرش من فوقها فإذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى و هذا أبشاد من النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا أراد الإنسان أن يأدو الله سبحانه و تعالى لا يقول فقط يا ربي أدخلني الجنة لا قل يا ربي أدخلني الفردوس الأعلى لأنها أعلى الجنة قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم الفردوس ربوة الجنة أي شيء مرتفع و أعلاها و أوسطها و منها تفجر أنهار الجنة قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يدخل أن الجنة من أمة سبعون ألفا أو سبعمائة ألف متماسكين آخذوا بعضهم بيد بعض كل واحد ماسك الثاني حتى يدخل أولهم مع آخرهم و وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر من هم أهل أقل مرتبة في الجنة موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى في حديث المغير بن شعبه من هو يا ربي أدنى رجل أدنى منزله في الجنة قال أدنى واحد هذا شخص يطلع من النار تنقى رجل مسلم ولكن له ذنوب تنقى أخذ حظه و نصيبه من النار ثم بعد ذلك دخل الجنة لما يدخل الجنة وراء الجنة و إذا بها الناس قد دخلوا و أخذوا أماكنهم نتوقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل عن أقل أهل الجنة منزلا بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاصل وقفنا عند أقل أهل الجنة منزلا و هذا هو الرجل الذي يخرج من النار بعد أن ينقى ثم يدخل الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى و أدخل الجنة فلما يذهب يقول أي ربي كيف أدخل و قد نزل الناس منازلهم يعني دخل و إذاب الناس في بيوتها و قصورها و أنهارها و نعيمها فقال يا ربي ماذا أفعل الناس كلهم أخذوا أماكنهم فيقول الله سبحانه وتعالى له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول يا ربي رضيت فيقول الله سبحانه وتعالى له و مثله و مثله و مثله و مثله و مثله إلى عشرة أمثال فيقول يا ربي تهزأوا بي و أنت الله سبحانه وتعالى يعني تضحك علي تستهزئ فيني تعطيني عشر أضعاف أغنى ملك من ملوك الدنيا يقول أبراوي في هذه اللحظة ضحك النبي صلى الله عليه و عليه و سلم لما قال العبد يا ربي أتهزأ بي و أنت الراب فيقول الله سبحانه وتعالى لا أدخل و لك ما وعدتك فيقول العبد رضيت و رضيت و في حديث آخر أن النبي صلى الله أن موسى عليه السلام لما سأل قال هذا أدنى منزله من منازل الجنة فما أعلاها يا ربي فقال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين و لم تسمع أذن و لم يخطر على قلب بشر لم يخطر على قلب الإنسان طيب يا رب حدثنا ما هو بناء هذه الجنة أخبرنا المصطفى صلى الله عليه و عليه و سلم أن بناء الجنة كما قال في الحديث لبنة ذهب و لبنة فضة و ملاطها المسك يعني نحن مثل نقول عن الإسمنت الآن الذي يجمع ما بين الطوب و الطوب هذا هو من المسك حصباؤها اللؤلؤ و الياقوت ترابها الزعفران من يدخلها ينعم و لا ييأس و لا يبأس و يخلد و لا يموت لا تبلى ثيابه لا يفنى شبابه فيها خمسة أنهار نهر الكوثر نهر العسل نهر اللبن نهر الماء نهر الخمر و طعامهم إن المتقين في ظلال و عيون و فواكه مما يشتهون كلوا و اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون يأكلوا أهل الجنة و يشربون و لا يمتخطون لا يتغوطون و لا يبولون فقط جشاء كريح المسك يلهمون التسبيحة و التكبيرة كما يلهمون النفس يعني الواحد يسبح و يكبر مثل ما هو يتنفس كما جاء في حديث مسلم الصحيح يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أكواب و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين أباريقهم و كأسهم من معين يطاف عليهم بآنية من فضة و أكواب كانت قواريرا كما قال المصطفى سبحانه و تعالى ما لباسهم يلبسون من سندس و استبرق المتقابلين كما قال المولى سبحانه و تعالى ثم بعد ذلك حتى تكتمل الفرحة الإنسان في حياة الدنيا ما يخاف منه أكثر ما يخاف منه الموت أن يناعم ثم يموت ماذا يحصل عندما يريد الله سبحانه و تعالى أن يؤكد لك النعمة و يرسخها لك يوم القيامة قال الحديث يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش كما يقال أملح بين الجنة و النار يوضع بعد أن دخل الناس النار و دخل الناس الجنة قال يؤتى بالموت فينادى يا أهل الجنة يا أهل الجنة قال فيشرئبون يعني يرفعون عناقهم ينظرون فيقولون تعرفون هذا يخافون قالوا نعم هذا الموت ثم ينادى يا أهل النار يا أهل النار فيرعون الموت يقول فيا فرحون حسبانهم خلص سيموتون قال نعم هذا الموت يعرفون فينادى منادي بعد ذلك أن يذبح الموت خلص ما عاد فيه موت صار فيه خلود اللي في الجنة خالد و اللي في النار خالد قال فيزداد أهل النار حزنا و يزداد أهل الجنة فرح فينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت و يا أهل النار خلود فلا موت ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم قوله عز وجل و أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر و هم في غفلة خلاص يوم القيامة يتحسر الناس أهل النار يتحسرون و أهل الجنة ينعمون بعد أن ينادي منادي و يذبح الموت ثم أعظم من ذلك كله رؤية المولى سبحانه و تعالى قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسن و زيادة يقول المفسرون الزيادة هنا و رؤية المولى سبحانه و تعالى جاء في الحديث الصحيح عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك و تعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما يعني بمعنى الحجاب عن رؤية الله سبحانه و تعالى فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه و تعالى ثم تلقوا له عز وجل للذين أحسنوا الحسن و زيادة نسأل الله عز وجل أن يمتعنا و إياكم برؤية المولى سبحانه و تعالى و لذلك الجنة لا بد لها من استعداد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا هل من مشمر للجنة الجنة تحتاج منا إذا أردنا أن نصل لها ليس أن نجلس في بيوتنا و نقعد و نتقاس عمل لا الجنة تحتاج منا إلى أشياء عظيمة حفة الجنة بالمكاره لابد علينا أن ندخل هذه المكاره ما هي؟ قال أولا الإخلاص لله سبحانه و تعالى و الإيمان به ثانيا العمل الصالح يجب على الإنسان أن يجتهد في عبادة الله أن يجتهد في طاعة الله أن يجتهد في كل عمل يصل إلى هذه الجنة الغالية و لذلك رمضان هو مضمار هو موسم للتسابق إلى هذه الجنة التي عرضها كعرض السماوات و الأرض و عدة للمتقين أيضا الاستداد للجنة يكون بالبعد عن الحرام يكون بالابتعاد عن ما يغضب الله سبحانه و تعالى يكون بالابتعاد عن ظلم الناس يكون بالابتعاد عن أخذ حقوق الناس يكون بالابتعاد عن شتم الناس و ما يتعرض للناس يكون بأن تبتعد عن كل ما تحب أن لا يفعل لك كما جاء في حديث أن تعامل الناس بما تريد أن تعامل به كذلك الاستداد للجنة يكون بتنقية النفس بتزكية النفس بأن تداوي هذه العيوب التي في داخلك أن تعالج الأمراض التي قد تعتري قلبك فتبتعد عن الحقد تبتعد عن الحسد تبتعد عن الغل تحب الناس الاستعداد للجنة يكون بفعل الطاعات يكون بصلة الأرحام في رمضان يصل الإنسان رحمه حتى في غير رمضان يصل الإنسان رحمه حتى يحصل على ثواب الله و جنة الله سبحانه وتعالى يكون بإفشاء السلام و فعل الطاعات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا و إياكم على فعل الخيرات و الوصول إلى الجنات نسأل الله عز و جل أن يعيننا و أن ينفعنا و إياكم بما سمعنا و أن يجعلنا من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة